السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الايام بنحتفل بحاجة يمكن يكونوا كتير اوي من المصريين مش فاكرين الموضوع اللي احنا عدنا عدنا وزدنا ودورنا واتكلمنا فيه كتير وعدنا كذا سنة ورجعنا وروحنا وهو كان موضوع في منتهى الاهمية عند كل المصريين مع انهم قبل كده كان الموضوع لا اهمية ليه عند المصريين ولكن كان مهم جدا وسخن جدا وبعدين تمت الامور فرجع المصريين مرة تانية مش شايفين ان الموضوع مهم جدا فمش بيتابعوا حاجة فيه ليه مش بيعملوا ده لان الاوضاع استقرت بنتكلم عن ايه بنتكلم عن الدستور المصري الصادر في مثل هذه الايام من عام 2014 يعني عشر سنين على هذا الدستور هذا الدستور طبعا بتحميه كمية من القواعد والقرارات والمسؤولين وعلى رأسهم المحكمة الدستورية العليا هي حامي لهذا الدستور هي اللي بتحافظ عليه انه هو يبقى دائما في صالح الشعب المصري صاحب السيادة على كل شيء في البلد الحقيقة انا في المكان المشرف جدا المعظم الناس بتشوفه هي بتمر على كورنيش النيل وهو المحكمة الدستورية العليا شفنا تليفزيونيا قبل كده وقت التنصيب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في عام 2014 والاحساس الجميل اللي كان عندنا كلنا كمصريين ان مصر عادت من الظلام الذي عاشته لمدة عام فالنهاردة بيشرفني ان يكون ضيفي هو المستشار الجليل بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بسهتك فاند اهلا بسهتك فاند ونقول لي كل سنة وحضرتك طير سهتك بالصحة والسلامة فاند يعني خليني ابدأ من عند المحكمة الدستورية العليا ودورها يمكن انا ما حرفتش اشرحه فحضرت اشرح لنا كده دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور هي الموضوع ده اعتقد انه هو بيهم كل مصري لانه اذا عرفنا ان الدستور هو الوسيقة الاعلى في حياة الامم هو التشريع الموضوعي الاعلى درجة الدستور هو العقد الاجتماعي اللي بيتوافق عليه جموع المواطنين هو اللي من خلاله بيحصل التشريع يصدر في ضوءه اللوايح بتصدر في ضوءه لا يمكن انه تشريع وضعي ايا كانت مرتبته طالما هو ادنى من الدستور ان يخرج على الدستور فاذا مسألة الدستور واهميته هذه لا مرأة فيها يعني لا يختلف عليها اتنين قبل انما المحكمة الدستورية دورها مع مؤسسات الدولة الاخرى هي حماية الاحكام الورد في الدستور المحكمة الدستورية بتبسط رقبتها القضائية على دستورية القوانين واللوايح بمعنى انه اي تشريع لابد ان يكون منضبطا بالنص الدستوري ولكن المحكمة الدستورية ليست جزء من السلطة التشريعية في الدولة لا هي سلطة تشريعية وانما هي تقوم ببسط رقابة قضائية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها قائمة بذاتها ومستقلة عن جهات القضاء وهيئات القضاء الاخرى ولذلك قصها المشرع بفصل محدد في الدستور باعتبارها ديها قضائية مستقلة قائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوايح وهي رقابة قضائية ليست رقابة سياسية انما هي رقابة قضائية بمعنى ان اتفاء النص او مخالفته للدستور بيكون من خلال دعوة قضائية يصدر فيها حكم قضائي ياما بعدم دستورية النص التشريع المطرون عليه او المحال ياما يصدر برفض الدعوة اذا كان اتفق النص دعوة قضائية تقدم بها محامي مثلا في قضية معينة ولا اي حد ولا مواطن ولا بتبعها لأي اساس احنا مش واخدين في مصر بنظام الدعوة المباشرة او الدعوة الدستورية المباشرة انما احنا بناخد دايما بتتصل المحكمة بالدعوة الدستورية من خلال وسيلتين محددتين على سبيل الحص الوسيلة الاولى هي مسألة الاحالة يعني محكمة بتنظر دعوة قضائية ترى ان النص محل الاعمال في هذه الدعوة بيخالف حكم الدستور فتحيل هذا النص الى المحكمة لتقرر فيه ما اذا كان هذا النص دستوري او غير دستوري هناك وسيلة اخرى هي وسيلة الدفع وسيلة الدفع مؤدها ان يدفع اثناء نظر الدعوة الموضوعية من قبل خصمه للخصوم بان هذا النص محل الاعمال في دعوة ايضا غير دستوري فيتراءة للمحكمة جدية هذا الدفع وتصرح به باقامة الدعوة الدستورية يعني مش كل مرة حد بيدفع بعدم الدستورية تقبل المحكمة لا محكمة الموضوع ايضا ما بنقول في عبارتنا احنا تتسلط على هذا الدفع بمعنى انها هي التي تقدر جدية هذا الدفع او لا تقدر جديته لانه خلي بالحضرات برضو مسألة مهمة انه بيترطب على اقامة الدعوة الدستورية وقف وجوبي للدعوة الموضوعية فاحيانا المحكمة تتعطل لفترة لانه طبعا الاجراءات في المحكمة الدستورية العليا بتاخد وقت فيما تعلق بوقت محدد بنصوص القانون من حيث تبادل المذكرات اداع صحيفة الطعن او حكم الاحالة ما تعلق باحالة الدعوة الى التحضير هيئة التحضير في المحكمة اللي هي بتباشرها هيئة المفعوضين اجراءات التحضير اللي بتباشرها هيئة المفعوضين في المحكمة ثم تأتي بعد ذلك وتعد تقرير هذا التقرير كما قلع عنه يعني استاذنا رحمة الله عليه الدكتور يحيى الجمل قال دي مشاريع رسائل دكتوراه او رسائل ماجستير على الحد الادنى فبتأخد وقتها وهو الاخر لان حضرتك احنا خصومة عندنا خصومة عينية خصومة للنص مؤدها انه هذا النص في عوار ده بيمس عشرات الالاف مش عاوز اقول احيانا ملايين النص حين يطبق فليس بسهل ابدا ان حضرتك تقول لا ده متفق مع الدستور فتغتاب نص دستوري قائم وتقول انه هو مطابق للدستور حال كنه غير مطابق او الحكس او انك انت تقدي بعدم دستورية هذا النص حال كن النص ده دستوري فالحالتين طب انا عايز اقفز شوية يعني لقدام واتكلم يعني في حالة القضايا اللي كانت مختصة به تيران وسنفير وتدخلت المحكمة الدستورية العليا في النهاية على اي اساس تدخلت العوار في النصوص ولا تدخلت على اي اساس لا وحقيقة لو حضرتك عاوز تتكلم في المسألة دي هقول لحضرتك انه مسألة واضح ان يعني لم يكن هناك وضوح في الرؤية فيها بالنسبة للمتلقي او المتابع لانه المحكمة الدستورية اقيمت امامها دعوين دعوة من الحكومة بتقول فيها انه احكام الصدرة من محكمة القضايا الاداري ومن المحكمة الادارية العليا بتخالف احكام للدستورية فيما يعرف بمنازع التنفيذ ودعوة اخرى يقيمت ايضا من الحكومة بتقول ان هناك نوع من التنازع ما بين احكام القضاء الاداري واحكام القضاء العادي المحكمة حقيقة لم تفصل فيما تعرضش عليها اتفاقية اساسا المحكمة كل اللي حصل انه عرض عليها احكام من جهة قضاء هي جهة القضاء الاداري واحكام من جهة قضاء اخرى اللي هي جهة القضاء العادي المحكمة قالت لا هذه مختصة ولا تلك لا القضاء الاداري له شأن بقرار تشريعي لم يصدر لانه كان متعلق بالقرار بصدر بمتابعة اجراءات هذه المعاهدة في مجلس انه هو بان ازاك يعني لم يعرض لم تكن هناك معاهدة او اتفاقية معروضة على مجلس الدولة ففي هذه الحالة قلنا لا ده عبارة عن قرار او عمل تشريعي ما تختصش به جهة القضاء الاداري وفي ذات الان لما جيت محاكم جهة القضاء العادي اوقفت تنفيذ احكام محاكم مجلس الدولة قلنا لا ايضا لا يجوز ولا ومش مختص انك انت لان النص الدستوري واضح انه احكام مجلس الدولة اللي يوقف تنفيذها هو مجلس الدولة فالمحكمة لم يعرض على المحكمة حتى ساعة تاريخه لم يعرض على المحكمة لا اتفاقية ولا شيء ابل كل اللي حاصل عبارة عن المحكمة فصلت وقالت لا القضاء الاداري مختص بالعمل اللي هو القرار اللي داخل مجلس النواب ولا جهة القضاء العادي مسلطة على جهة القضاء الاداري عشان توقف تنفيذ احكام يعني هل النهاردة في حاجات لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا انها تدخل فيها يعني القرارات السعادية والسياسية يعني في حاجات ما بتدخلش فيها للمحكمة اه احنا مناش اختصاص فيما تعلق بالعمل السياسي انا يعني فكرة نظرية اعمال السيادة دي حقيقة كانت موجودة اساسا في فرنسا ومجلس الدولة الفرنسي كان له يعني باع كبير فيها فانه الاعمال السيادة التي تباشرها الدولة دي لا تخضع لرقبة القضاء بصفة عامة احنا عندنا في المحكمة الدستورية العليا منذ عام 79 بتاريخ انشاءها موجود بالقانون 48 للسنة 79 وتولى انشاءها بعد هذا التاريخ القصة كلها انك ما تقدرش تباشر رقبة على دستورية عمل سياسي يعني انا اقول لحضرك حاجة يا سيد السلام يعني لو جد دولة قطعت علاقتها مع دولة دانية انا ما عنديش موازين دستورية اقدر اقضي بيها واحكم فيها ما اذا كان هذا القرار قرار في صالح الوطن ولا ده ميزان سياسي ده ميزان سياسي ده عملية سياسية بحتة ما اقدرش ادخل فيه انما انما اذا كانت الاتفاقية بتنطوي على مساس بحكم او بنص دستوري ومقصود هنا حكم دستوري بمعنى حكم مستنبط من نص دستوري يبقى في هذه الحالة المحكمة لها وهذه الولايات قطعا على سبيل المثال يجي اتفاقية او يجي يعني معاهدة او شيء تمنحك حق انك انت تسلم مصري او تسلم لاجئ سياسي وعندك حظر في الدستورة على تسليم اللاجئين السياسيين فيبقى في هذه الحالة هذه الاتفاقية واجهت نصا دستوريا مواجهة بطريق المخالفة في هذه الحالة المحكمة تتصدى ده مش عمل سياسي ولازم حد يرجع لكم الاول بدعوة ولا ممكن على طول تتدخل المحكمة لا المحكمة لا تتدخل من عندياتها زي ما قلت لك يا سيد سامة ابدا الا من خلال دعوة انا المعنى ده مفهوم جدا لانه انا النهاردة لو كل شخص ممكن يرى فيه يعني حسب رؤيته ان هذا النص دستوري دون ان يكون هو لا مخاطب بالنص ولا تبق في دعوة ولا له علاقة به انا ممكن يبقى عندي مثلا ميت مليون دعوة انا المحاكم العليا دائما ابدا وسيلة التواصل معها يكون من خلال الجهات القضائية طبعا في محاكم برضو عشان اكون واضح مع سيادتك في بعض الانظمة الدستورية بتأخذ بنظام الدعوة المباشرة حقيقة هذه المسألة اعصية علينا في المجتمع المصري خصوصا ان الدستور القائم وما سبقه من دستير لم يكن يدح طيب حضرتك عودة للدستور 2014 اللي احنا من احتفي به النهاردة وهذا الدستور قدم الجديد وقدم مزايا جديدة للشعب المصري وعلى رأسها ما يتعلق بالحريات يريد حضرتك تكلمني عندها اكتر شوف حضرتك الدستور 2014 حقيقة استصحب كثير من احكام دستور 71 وكان الدستور 71 ايضا من الدستير اللي بترعى الحقوق والحريات ولكن المساحة او القفزة اللي قفزها دستور 2014 كانت حقيقة كبيرة يعني هقول لحضرتك انه فيه نوعين من الحريات يعني اعتقد انها الشعب المصري يباهي بهم فعلا حرية التعبير والحرية الشخصية هكلم حضرتك بنصوص موجودة في الدستور وما بقول لصوص يعني هقول مؤدن نص لاننا يعني مش منهوات حفظ النصوص حرية التعبير يعني تصور حضرتك استاذ اسامة انه الحق فيه تكوين الاحزاب حق اطلاق الصحف حق تكوين مؤسسات المجتمع المدني حق التظاهر السلمي والاجتماع يتحقق بالاختار يتحقق بالاختار صحيح القانون بينظمه لكن انت بتختر وتقول ان هعمل حزبي ان هعمل هنشيق صحيحتي هعمل مظاهرة وعلى فكرة على ذكرى المزار احنا كان لنا احكام بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر وقلنا فيهم انه ان الاختار لا يتحول اذنا يعني كانت الصورة مقلوبة في القانون الدستور بيقول يغطر وجهة اعترض اذا حبت يعني ينظمه عن نحو اللي لكن مش ان انا انتظر منه مش ان انا انتظر فجينا قضينا بعدم الدستورية ما عرفش الناس يعني متابعة هذا ولا المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية اتنصين كانوا بيخولوا وزير الداخلية او مدير الامن المختص الموافقة او غير الموافقة قلنا لهم لا ده غير دستور هو يخترك انت اللي تروح للمحكمة انت اللي تطعن على هذه المسألة اذا كان لها مسوق والقضى هو اللي يفصل طب انا هقول لحضراتك حاجة تعرف حضرتك ان جميع مؤسسات المجتمع المدني وجميع الجمعيات وجميع الجمعيات الاهلية او الجمعيات التعاونية حتى لا يجوز تحت اي ظرف انك انت تحلها او تحل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ايا كانت المخالفة ده كان اختصاص مؤسسة حتى لو كان فيه اختلاص ولا فيه لازم ترجع لمحكمة عشان اللي بيقول يا في اختلاص دي جهة الادارة فممكن ان تبقى جهة الادارة تقديراتها غير منضبطة من اللي اضبطها الاضي هو اللي يقول هذه المسألة تحتاج الى بس مع بطء التقاضي حضرتك عندنا بسبب طبعا حجم القضايا اللي موجودة في مصر ويمكن قلة عدد القضاء يمكن يكون قلة المحاكم يعني ده يكون هيخلي الراجل اللي قاعد اللي بيرتكب مخالفة يستمر فيها فترة طويل طب انا اقول الحرك حاجة لا هو طبعا بالنسبة للمخالفات الشقين اما انها تكون مخالفة مالية او مخالفة ادارية هناك يعني هيئتين او جهتين منوط بهم مسألة ضبط هذه المخالفات قبل ما تبقى قضية خلي بقى لحضرك احنا بنتكلم في قرار اداري بحل جمعية او بحل مجلس ادارية لكن انا المخالفة المالية موجودة النيابة العامة المخالفة الادارية موجودة النيابة الادارية وهناك ايضا يعني نوع من الاختصاص المشترك اللي ما بين الجهتين في بعض المسائل اللي هي لكن مجلس اداروا يعملوا حاجة لحد ما يصدر حكم المحتاج لا ما تقدرش جهة الادارة تحل لكن يقدر تقدر النيابة العامة انها تاخد اجراءاتها الجنائية وتحيل الرجل المختلص ده الى محكمة الجنات تقدر النيابة الادارية انها توقفه او تعرضه على مجلس الدولة للمحاكمة التأديبية وتفصله او جهة القضاء العادي بحسب الاختصاص اقصد اقول ان هناك وسائل لا تعدم انما انهي الشخص الاعتباري او ان احل مجلس الادارة المنتخب بارادة من جمعية عمومية لا هذه مسألة اختصاص محجوزة ما بنقول احنا لجهة القضاء ولي من مزايا هذا الدستور طبعا افندم لان حضرتك انت بتتكلم عن حريات حريات كل دي يعني متفرعة عن حرية التعبير انا حمدت لك حرية التعبير الى اقصى حد ممكن لو دخلت في مجال الحرية الشخصية لا ده انا عندي دستور وضع او ارتفع ببعض قواعد الاجراءات الجنائية الى مصاف القاعدة الدستورية يعني لما ينظم اجراءات من ساعة القبض على الشخص لحين احلته الى المحكمة باحكام تفصيلية تضمن ضرورة اختاره بالتهمة وفدت بقاءه في محبسه ووجوب ان يكون هناك مدافع عنه لا دي مسائل قد يكون موضعها قانون الاجراءات الجنائية ده مذكورة في الدستور مذكورة في الدستور عشان يلزم المشرع العادي بانه هو لا يخرج عن هذه القواعدة وهو بيعمل القانون يبقى حاضت في اعتبارك ان هي دي الحدود اللي لا يمكن انك انت تخرج عنه ليس هذا فقط يعني لما يجي النهاردة في قانون في الدستور ويقول لي انه استئناف الجنايات على درجتين ويمكن حضرك متابع يعني سمرة العمل المشترك ما بين الوزارة وما بين السلطة التشريعية ووزارة العدل والسلطة التشريعية وكيف خرج هذا التشريع الى النور هذه اول مرة في تاريخ التقاضي المصري انه يبقى الجنايات ضمانات كبيرة جدا 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 بيوفرها المشارع الدستوري ومن خلالها المشارع العادي بيلتزم بهذه المسألة طب انا هقول لي سادتك ما هو اكثر من ذلك في ضمان الحريات تخالي حضرك ان الابداع الفكري والفني وكل عمل من الاعمال اللي هي فيها نوع من الفكر وحماية الفكر ممنوع بنص الدستور انك انت تقضي بحبس او بعقوبة مقايدة للحرية ايان كالنوعها يعني بعقوبة مقايدة للحرية في حالة اذا كان المنتج الفني ده او العمل الادبي ده يعني مش منضبط بضوابط النقابات او جضاء واحنا لدينا حكم في هذا الشأن حتى لو كان مخل بالاداب العامة لا 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 هنا خرج عن المنطقة لان هو ده على فكرة النص الدستوري كان متنبل هذا مسائل الوحدة الوطنية ومسائل الاداب العامة لا طبعا هذه بتدخل في منطقة اخرى بتشكل جريمة اخرى يعني موجودة مكتوبة موجودة فندم موجودة اولانا حكم في هذا الامر قضينا فيه بعدم دستورية نص كان فيه نقابات المهنية كان بيتيح في حالة عدم الحصول على ترقيص جمزولة مهنة التمثيل انه يتم حبس من لم يحصل على الرخصة فطبعا دي مسألة درجة بيبانس فندة او تبداع او شيء من هذا القبيل فجينا قلنا لا هذه المحكمة جاءت وقالت لا ده نص مخالف للدستور فالى هذا الحد والى ابعد منه طب انا اقول لستك يمكن في حرية شخصية مايفوتنيش ابدا ان اقول لحضرتك فكرة الكرامة الانسانية هذه العبارة لم توجد في اي وسيقى دستورية سابقة على دستورة 14 فكرة الكرامة الانسانية يعني لما يقول لي الكرامة الانسانية للمحبوسين وللاماكن اللي بيتم فيها تأهيل من قيدت حرياته بحكم قضائي لابد ان تحفظ عليه لما يجي يقول لي التهجير القصري التعسفي بيمس بالكرامة الانسانية وده جريمة فاذا مجموعة من الضمامات والحقوق حقيقة حاجة يعني تسعد كل مصري هستهزن حلاك هنتوقف مع فاصل خصير ثم نستكمل هذا الحوار المحترم مع المستشوار الجليل بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم معالي المستشوار الجليل بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أهلا وسلام بحظة أهلا وسلام قبل الفاصل تحدثنا عن أشياء حظاك تفتخر إنها موجودة في دستور 2014 أكيد ما فيش الوقت إننا كنا نذكرها كلها لكن حالك اختصيت قضايا الحريات في هذا الموضوع وكرامة المواطن المصري نعم إيه بقى اللي مش موجود في دستور 2014 شوف حضرتك أنا يعني أكلم مقارنة ببعض الدستور اللي طلعتها هو فيه ثلاث أنا هكلم هنا أيضا مش موجود بالنظر إلى اختصاص المحكمة يعني ما عليش أنا عاوز أحصر المسألة إنه اللي مش موجود الدستور زي ما قلت لحضرتك هي وسيقة بيجتمع عليها الناس وبالتالي هذه الوسيقة بتنظم حقوقهم وحرياتهم حسب ما يرونها لكن أنا لو تسمح لي أستاذ عسامة أحدد نطاق السؤال فيه اللي مش موجود في اختصاص المحكمة في المتعب بالدستورية آه بالمحكمة أنا شايف إنه هناك في بعض الدستير بتخول المحاكمة الدستورية لديها اختصاص مش موجودة عندنا هو تقريبا ثلاث اختصاص مش موجودين عندنا الإختصاص الأولاني هو الرقابة القضائية على الدستور نفسه يعني النص الدستوري اللي اجتمعت عليه أمة يرى أو ترى بعض الدستير إنه يكون ممكن النظر فيه من خلال المحكمة الدستورية في هذه الدولة دون الرجوع باستفتاء مرة أخرى دون الرجوع باستفتاء مرة أخرى إنها تعطل تطبيق نص بذاتي لأنه بيمس أو بيتعارض مع قيم مجتمعية معينة أو بيتعارض مع نص أخرى هو المفروض إن النصوص دايما إحنا بنقول نصوص الدستور كلها بتجمعها واحدة عضوية واحدة ده تعبير دستوري يعني معناها إنها بتلتائم مع بعضيها لتصل إلى هدف معين والمش مفروض إنه يبقى فيه لا تناقض ولا استثناءات في الدستور لكن هو عمل إنساني عمل بشري زي مثالتك تفضلت وبالتالي بعض ولكنها قلة حقيقة من الدستير اللي بتخول هذا يعني بسكن منها على سبيل مثال الدستور الألماني في اخصاص المحكمة الدستورية الألمانية لكن فيه اخصاص تاني يعني ترددت لجنة الخمسين في قبوله اللي هي مسألة تفسير الدستور والمقصود هنا بتفسير الدستور أي وضع معنى جامع مانع لكل نص من نصوصه إذا ما طلب من المحكمة ذلك ممكن حارك تقول لي طيب الله أمه يعني من اللي بيطبقه يبقى بيفسره لا هو احنا عندنا منطقتين مختلفتين عندنا منطقة تفسير للنص بمعنى تفسير جامع مانع لعبارات النص يعني طبعا مستقام من الهدف منه والعلة والحكمة إلى آخره يعني لكن فيه ده 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 معنى التفسير لكن احنا اللي بنعمله بنطبق من خلال تأويل النص يعني من خلال فهمنا للنص بنطبق ولذلك هو بيطبق كنوع من التفسير في كل مرحلة في كل دعوة طبعا تطبيقا ملزما لينا واللي بقية المحاكم إذا ما أفصحنا عن معنى ومؤدة حكم دستوري معين ولكن ليش مثلا طلب تفسير من الدولة أي أن كانت بقى زي طلبات التفسير التشريع للقوانين تيجي تقول لي فصر للنص ده بيقول إيه أو في عبارات تمثل معنى جامع مانا لا ما عنديش ديه أيضا في الدستور وحقيقة ارتقي في المرحلة الأخيرة لا ما فيش داعي نحن نتعرض لهذه المسألة وتظل المحكمة تؤول الدستور أو نصوص الدستور حسب كل دعوة برضو يفهم كلامي بحسب كل دعوة بمعنى أنه لها غط واحد ولكن ما يكونش هذا التفسير مجرد عن قضية مطروحة عليها نعم الاختصاص الأخير بقى اللي هو ما كانش موجود إلا في بعض الفترات في الدستور المصري اللي هو فكرة الرقابة القضائية السابقة على بعض القوانين بس هي كانت موجودة في 2012 كانت موجودة هي القصة بتاعتها أنه كان فيه اختصاص للمحكمة بأنها تراقب قوانين بعينها يعني ايه يعني فيها أهمية معينة سواء كانت قوانين متعلقة بسلطات الحكم أو قوانين متعلقة بمثلا زي قانون العقوبات زي قانون الإجراءات الجنائية بحقوق وحريات الأفراد أو قوانين يعني بنسميها قوانين عضوية مرتبطة أيضا بفكرة الانتخابات وإلى آخر والمؤسسات القائمة عليها فكان بيرى أنه بسط هذه الرقابة القضائية في مرحلة متقدمة من قبل المحكمة لتبدي قرارها في شأن هذه الأعمال المعروضة عليها حتى تبصر المشرع بأنه هذا النص إما عليه ملاحظات دستورية عليه أن يتدركها وإما أن هذا النص قابل لأنه هو يعني يصدر أو يشرع طبعا برضو أحب أوضح في الجزء دي أنه ده كان لا يمنع المحكمة الدستورية من أن تبصت رقابتها القضائية على اللاحقة يعني يبقى لها رقابة سابقة ورقابة لاحقة لكن روي أيضا أنه أحيانا ممكن المحكمة تبدي رأيه وده الفكر اللي انتصر في الآخر تبدي رأيه فيه الرقابة القضائية السابقة في قانون مهم كل حاجة ولكن يعني باعتباره أيضا حكمها عمل بشري يمكن أن تكون هناك حالة مش معروضة عليه فتضطر إلى أنها تلغي النص بعدما تكون قد أجازته ولم تبدي في شأنه ملاحظة فهي مسألة حصل فيها نوع من التوازن هي بدائل فالمشرع أخذ بالبديل الأكثر استقرارا وبرضو عاوز أقول لحضرتك أنه البديل الأولين بتاع رقابة سابقة ده ده بديل بتباشره دايما المجالس الدستورية يعني هذا البديل المسأل التقليدي بتاعه اللي بيذكر في كل كتب الفق المجلس الدستوري الفرس لكن احنا بالنسبة لنا يعني العالم كله بينحو ناحية الرقابة الدستورية اللاحقة عشان الاعتبار اللي قلت لحضرتك ده أنه العمل بيفرز أحيانا وجهات نظر في النص فعلا تستدعي أنك إنت لما تقبله مع النص الدستوري تجد أن النص في عوار ويتعاين القضاء بعد الدستورية طيب عايز أرجع لحاجة بينظر إليها من الإيجابيات في الدستور بس ممكن مع مرور الوقت نضطر أن نقول لنا إحنا لسنا بحاجة لده وهي التمييز الإيجابي نعم فمسلا عندنا تمييز إيجابي للمرأة نعم وده شيء مطلوب في هذه الفترة نعم ولكن ممكن نصل إلى لحظة ما نكون مش محتاجين للتمييز الإيجابي لأنه حصل فعلا تم تمكين المرأة وحصلت على كل ما تحتاجه من اهتمام فبالتالي هنا بقى هنعمل إيه في هذا التمييز الإيجابي بعد ما انتفت أو انتفى الغرض منه طب اسمحني حضرتك أقول يعني أسم ردي على جزئين جزء الأولاني أنه فيما تعلق بالتمييز الإيجابي ده مر بمرحلتين مرحلة أحكام انتقالية في الدستور ودي مقضط وكان بيمكن المرأة وغير المرأة من بعض المزايا خصوصا فيما تعلق بالتمثيل داخل المؤسسة أو داخل السلطة التشريعين نعم بعض المزايا ما زالت فيه الأحكام العامة يعني ما زالت قائمة وتشكل بالفعل تمييز إيجابي يعني لو ذكرنا المرأة فهناك نص بيمنح المرأة حق تولي الوظائف العامة انتلقا من مبدأ المساواة حق التقلد الوظيفة القضائية هذا ليس تمييز إيجابي حق المرأة في أن تأذكر بالضبط كده بس هو ملوش لازم لأنه هو حق المرأة والرجل هو قائم على فكرة المساواة لكن لما يجي المشرع ويقولي أنه ربع عدد المقاعد بتاعة مجلس النوار تبقى للمرأة على الأقل يبقى تمييز إيجابي وعلى فكرة تمييز إيجابي هنا بيحتاج لفترة حتى يقاعد في المجتمع حتى يستقر فيه وجدان الناس المسألة ما بتيت طب نعمل إيه لو بقى فجأة المجلس النيابي فيه 90% يا سيدات هنعمل إيه بقى نعمل تمييز إيجابي رجالي ولا نعمل إيه شوف أقول لحاجة حاجة يمكن أنت خدت مني أنا قلت لحضرتك الدستور وإن كان وسيقة مجتمعية لكنه دائما أبدا قابلا للتطوير هي المحكمة عندنا لها عبارة رشيقة أو قالتها قالت لك أنه الدستور وسيقة تقدمية يعني تسعى دائما إلى الأفضل إلى الأحسن وهي باعتبرها عمل بشري فطبعا قبل التعديل لا هو طبعا غير خافي على سيادتك أن الدستور نفسه منطوي على وسائل تعديله فإذا يعني لما يحصل كده بس ما عتقدش عن الثقافة الثقافة هتسبح بوصول العدد دائما والله إحنا شايفين المجتمع في تقدم الحقيقة هو في تقدم هيصل بفكرة تمكين الفئات الأضعف أو التمييز الإيجابي مش عاوزة أقول فئة الأضعف عاوزة أستخدم عبارة التمييز الإيجابي سواء مثلا يعني لما يجي المشرع مثلا ويحض على المشرع الدستوري يحض على فكرة تكريم الشهداء هل يمكن أن هذا المعنى لا هذا لا ينتهي هل لما يجي يقول أخص زو الإعاقة والمسنين والطفل هذه دائما راسخة في ضمير المواطنة بالضبط أنا عاوز أقول هما الأكثر احتياجا الأكثر أنك أنت تربط عليهم أنك أنت تحتضنهم فأنت لما بتقدم له تمييز إيجابي لا أعتقد أبدا أن هذه الإيجابية تبقى محل منقضة لا طبعا هو الحاجة العائدة الممكن تختلف مع الوقت هي نسبة الرجال والسيدات لكن الباقي أكيد ذوي الإعاقة هما ذوي الإعاقة والأطفال هما الأطفال والمسنين هما المسنين أيضا قبل منسى المصريين المقيمين في الخارج المشرع مش قادل إنساه قبل المشرع الدستوري وبحق وعطاهم مزايا عديدة أهمها كانت مسألة مشاركتهم في الحياة داخل بلدهم لأنه أنا قد أترك بلدي لسبب أو لآخر لعمل أو لظروف معينة لكن بيبقى قلبي معلق بوطني صحيح فأنا ما تحرمنيش محكمة على فكرة كان لقى حكم مميز أوي قالت فيه إنه اشتراط عدم الزواج الجنسية فكرة عدم الزواج الجنسية كانت مانع يعني الزواج الجنسية كان مانعا ليه الترشح لعضوية مجلس النواب محكمة قالت لا لما الدستور يقول مزدوج الجنسية ما يتقلتش منصب زي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ممنوع أنه يكون مزدوج الجنسية يبقى أنا ألتزم بحكم لكن إذا خلال نص بالنسبة للسلطة التشريعية من أنه قد يكون وقد يكون شديد الوطنية وشديد الغيرة وقد يكون مؤثر زي وزي المصري اللي موجود في الداخل صحيح وربما في بعض الحين أكثر وربما في بعض الحين ممكن نتفق مع سيادتك في هذا وما فيش مشكلة خالص فالمحكمة حقيقة يعني ضبطت حزب عمر هستهزن حالك هنتوقف مع فاصل قصير ثم نستكمل هذا الحوار المحترم مع المستشوال الجليل بوليستهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم معالي المستشار الجليل بوليستفامي رئيس المحكمة الدستورية العليا أهلا وسلام معالي المستشوال حدريك يعني في الكلام كلمت عن دستير الأجنبية والدستور الألماني وفرنسا أكيد المحكمة الدستورية العليا عندها علاقات بمنظمات والمحاكم الشبيهة أو الهيئات الشبيهة لها في العالم حدريتك إيه اللي عملناه مؤخرا في هذا التواصل مع العالم الخارجي شبه حضرتك المحكمة حقيقة منذ أشياءتها حريصة حرصة كبير على أنها تتواصل مع كل المؤسسات الدستورية اللي موجودة خارج حدود البلد يعني هكلم حضرتك على اتحاد المجالس المحاكمة والمجالس الدستورية العربية مصر حضو فيه مصر هي الأمينة العام له يعني أنا بشغل منصب الأمينة العام لاتحاد المحاكمة والمجالس الدستورية العربية ده عبارة عن يعني اجتماع لكل الدول العربية اللي فيها محاكمة دستورية عشان تناقش كل الهموم المشتركة وتفعل التعاون على المستوى الدستوري بينها ما اقتصرناش على كده دخلنا على الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي ليه احد ازرعه اللي هو مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية مصر عضو فيه وعضو مساهم عاوز اقول لحضر لك حاجة برضو يعني تشرف المصريين في عضوية المكتب التنفيذي لك انك انت تبضل دورة اخرى عدل دستور هذه المنظمة لتكون مصر للمرة التالتة على التوالي عضو في المكتب التنفيذي كما قيل من المنظمة ما نقدرش نستغنى عن الخبرات الدستورية المصرية مصر برضو على المستوى الافريقي تحت رعاية في خامة الرئيس بتعمل سنويا اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الافريقية ايضا نناقش فيه كل المسائل المشتركة لدرجة ان في بعض المحاكم بتيجي تتلمس مننا الرأي والصحيح في بعض الدعاوة اللي هي بطرى فيه انا عوزة تعرف المبادئ المبادئ اللي ارستها واذا كان هذا المبادئ يتطفق مع احكام طبعا دستورهم من عدم برضو عندي على المستوى الاوروبي تعاون يعني انا اقول لحضرتك احنا في لجنة فينيسيا لجنة فينيسيا دي زراع التطور الديموقراطي الاتحاد الاوروبي دي لجنة في غاية الاهمية ومصر بتدعى فيها كعضو مراقب واتحاد المجالس والمحاكم والمجالس الدستورية العربية عضو اساسي فيها تصور حضرتك انه عندهم موقع اسمه كوديس هذا الموقع بيتكلم عن الاحكام الدستورية والمشاكل الدستورية مصر منذ عام عضو فاعل في هذا الموقع الى درجة انه دول اوروبية بس مش عاوزة اسمي الاسماء يعني لانها مسائل يعني لها قصيتها طلبت المعرفة وحق اللجوء الى المحكمة الدستورية المصرية من ناحية الاستشارة يعني عشان تبقى شايفة مبادئ المحكمة اللي موجودة في مسألة معروضة عندها وتأخذ منها فضلا عن ضرورة يعني او اهتمامهم بضرورة نشر الاحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية كل شهر على موقع بسميه على موقع كوديس التابع لفينيسيا اللي هي جزء من الاتحاد الاوروبي انا بس عاوزة اقول حاجة انا ما كنت في ناش بكده احنا لانا اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع دول في جميع انحاء العالم في الدول العربية لنا مع الاردن و لنا مع المغرب الدول الافريقية لنا مع توجو الدول الاسيوية لنا مع الفلبين و كازاخستان الشهر ده الشهر القادم ان شاء الله يعني جاية بيرو لعقد ايضا اتفاقية معنا يعني عايز اقول الحاجة احنا المحكمة تأسست تسعة وسبعين على المعادة قانون القانون بتاعها سالت تسعة وسبعين و بدأت بعد بعده بفترة يعني انما بفترة يعني احنا بنتكلم في تمانين واحد وثمانين يعني والمبنى الانيق اللي احنا موجودين في ده اعتقد اتبنى في اواخر التمانينيات اتبنى بالزبط كده في فترة في اخر التمانينيات فعلا و حضرنا افتتاحه و كانت صدفة غريبة ان انا حضرت افتتاحه بصفتي مدعو عن النيابة العامة وقتها كنت باشغل منصب المحامي العامة الاول لنيابة الاموال العامة العليا ما شاء الله فيعني صدفة مصدفة جيدة انه بعدها مثلا بعشرين سنة جيتها كعضو يعني مستحقة طيب المبنى الشيكة واللي مدينا الانطباع بتاع التاريخ المصري العريق يخليني اسأل يعني المحكمة الدستورية العليا بهذا الوقار فين من الرقمنة و فين من التحول الرقمي و فين منها تبقى موجودة على المهمة اللي تقدر الناس كلها تطلع على ما يصدر عنها و التواصل بينكم و بين المحاكم و غيرها هقول لي حضرك حاجة يعني رصانة العمل ما تمنعش ابدا من ان احنا نلجأ فعلا زي مسال تكتفضلت الى قليات العصر و ادوات العصر دي يعني حاليا بتعتبر المسألة التكنولوجيا الرقمية دي مسألة بديهية الان و حقيقة المحكمة يعني ان شاء الله و يعني بدعم من القيادة السياسية و ايضا من وزارة العدل و ايضا من وزارة الاتصالات حقيقة عملت معانا يعني عمل مقدر جدا متمثل فيه ان الموقع بتاع المحكمة كان يعني هو بدأ في 2007 الموقع بتاع المحكمة عليه مكتبة المحكمة عليه كل الاحكام التي صدرت منذ اك ان كانت هذه المحكمة مسمى بالمحكمة العليم قبل المحكمة الدستورية العليم هذه المحكمة ايضا بنضع عليها الان حضرتك كمتقاضي تستطيع انك انت كمتقاضي بمعنى ان لك دعوة دستورية يعني بالطريقة اللي انا اتكلمت عليها في رفعها او اتصال المحكمة بيها انك انت تستطيع انك انت تتابع سير دعواتك في المحكمة من مكانك عبر موقع المحكمة هي الجزئية اللي بقية لنا اللي هي مسألة انه رفع الدعوة او المرافعة احنا ما عندناش مرافعة بمعنى المرافعة احنا عندنا اضحات انها انت تعمل اونلاين اه انها ممكن تعمل اونلاين بس حقيقة احنا عندنا يعني رأة الجماعية العامة لمحكمة انه دي محتاجة الى تدخل تشريعي لان انت حضرتك احنا بنراعي اوي 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 حدود وتخوم القانون يعني ما ينفعش المحكمة الدستورية العليا تعمل حاجة الا اذا كانت منضبطة ده مش من العهد ده ده من ساعة ان شاء الله ويعني حقيقة من اللحظة الاولى هذا هو دايدا للمحكمة لا تنفك عن الحرص على كل حدود القانون لابد انها تكون مراعا طيب يعني بما اننا بنقول ده فالدستور برضو بيقول ان مقر المحكمة هو القاهرة مش كده نعم نعم لذلك لما حصل في فترة من الفترات وكانت المنطقة دي هتدخل تبع محافظة حلوان ايوة تم الغاء هذا القرار القرار لا صحيح معنا هذا الكلام اننا يعني لازم يحصل تعديل في الدستور او لا يحدث انتقال للمحكمة الدستورية العليا الى العاصمة الادرية الجديدة المقر الدائم للمحكمة الدستورية العليا موجود في الدستور انه هو في عاصمة البلاد عاصمة البلاد حدودها بينظم القانون يعني هي مدينة القاهرة هي عاصمة البلاد هل القاهرة هتتسع الى لتشمل العاصمة الادرية او لا تتسع دي مسألة سياسية او ادارية يعني بعيدة عن عن المحكمة لكن الان المحكمة داخل عاصمة البلاد في بقرة راح على النيل المعادي زي ما ستك بصرفش احدى مكان جميل جدا ومبنى جميل وناس جميلة تقدير تقدير من الدولة لقضاة المحكمة الدستورية اللي هما ايضا بيبادلوها هذا التقدير طيب يعني مش عايز قطيل على حضرتك بس عايز بس ادي انطباع لمشاهدينا المحكمة الدستورية العليا بتصدر كام حكم في السنة يعني في العاشر سنين اللي فاتوا اصدرتوا كام حكم تقريبا هقول حضرتك حاجة لا هو يعني طبعا فكرة الاحصائيات بالنسبة لنا احنا بتأتي في المرتبة التانية احنا عندنا الفكرة الكيف قبل الكم بمعنى انه بالنسبة لي انا صدور حكم دستوري احيانا بيؤثر في مثلا مئات الالاف وبعض الاحيان في ملايين الناس ففكرة العدد عندي مش هو المؤثر احنا بنحاول يعني قياسا للجهد للجهد اه انا هقول لحضرتك لا ما هو لانه كقضاء فضل مش كتير يعني اللي بتتواجد احنا عددنا 13 احنا عددنا رئيس للمحكمة و 12 عضو على فكرة عضو المحكمة هو نائب لرئيس المحكمة يعني عندنا فكرة نائب رئيس المحكمة يعني عضو المحكمة برضو عشان نكون واضح مع حضرتك واشكرك ان كنت فتحت المسألة دي لان انا مش عاوز اغمط حق المحكمة في السنوات العشر اللي فاتت او ما سبق ان احنا طبعا ان انا قامات كبيرة جدا في السنوات اللي سبق على دستور 2014 لكن لو حسبنا من 2014 ل 2024 المحكمة يعني اصدرت 1472 اغمط دستوري خلي بقى لحضرتك انا في اختصاص اخرى للمحكمة غير الرقابة القضائية على دستورية القوانين زي ايه زي تفسير تشريعي حد يطلب عن طريق وزير العدل طلب تفسير تشريعي طبعا حد يعني اصدر مجلس الوزراء او سلطة تشريعية او يقدم طلب للمحكمة بتفسير تشريعي تفسير نص تفسيرا ملزما لجميع جهات الدولة عندي فيما تعلق بتنازع الاختصاص انا عندي جهتين قضائيتين مدنيتين وعندي جهة قضاء عسكري ودي من برضو ما افرزه دستور 2014 من مزايا النهاردة القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة لاعضاؤها ذات الحصنات المقررة لجهة القضاء العادي تماما بتماما يعني لا يجوز عزله المسألة نفس الحصنات ونفس الضوابط اللي موجودة في القضاء العادي موجودة للقضاء العسكري فلما يحدث خلاف في تنازع اختصاص جهة قضاء تتمسك او تتسلم وجهة اخرى تمشي عكسها يبقى في هذه الحالة مين اللي يفصل ما بينهم محكمة دستورية العليل ايضا لنخصص في فكرة منازعات التنفيذ المحكمة الدستورية العليا لما تصدر قضاءها زي هذا القضاء له حجية في مواجهة كافة مؤسسات الدولة وافرطها ده بنص الدستور يعني دي مش ودي مقررة لانها بتفصل في مسألة في غيره الخطورة فما ينفعش انها تتردد في الحكم حكم بتاعها حكم ملزم لجميع سلطات الدولة طبقا لنص المدنة 195 دستور يبقى لما يتصدر حكم ثم تأتي جهة قضاء او جهة تنفيذية تخالف منطوق هذا الحكم او الاسباب المرتبطة به ارتباط لا يقبل التجزئة يبقى في هذه الحالة بنقدي بعدم الاعتداد بهذا الحكم او ذلك القرار طيب يعني اخيرا كده عايز بس اقلب المواجهة شوية لا تفضل فان يعني فترة حكم الاخوان ليه كانوا مصرين على ان المحكمة الدستورية العليا انهم يضربوها يعني عفوا في اللفظ في مقتل ومحاولة الضرب الشليد ليه الاستهداف تا كان المحكمة الدستورية العليا وطبعا المفروض السؤال ده سامة يوجه الى المستمع لو لعناهم بقى معهم اه ما انا بقول لحضرتك لكن يعني انا فيه ظني ان المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها حقيقة كانت بتعمل على حماية الدولة المدنية ما يجوز الدولة المدنية في وسط المحكمة غير مقبول مصر دولة مدنية بنص دستورها فاذا كان هناك اي توجه اخر مش هيبقى على هوا الاحكام ولا هاتماشى مع السياسة المقررة بموجود دستورة على فكرة هي السياسة التي تتبدل يعني المحكمة منذ نشأتها احكمها احنا ماشينا عليها حتى تاريخه الا ماستحدث وبنستحدث الكثير رضوء الجديد لكن انا ملتزم باني انا احافظ على المواطنة والدولة المدنية ده نص الدستور فالمحكمة اللي اعضاها جميعا من اول رئيسها لغاية اصغر عضو فيها اقسموا على حفاظ على الدستور بيلتزموا بقسموا ليس اكثر ولا اقل ده في ظني او في حسب تفسيري يعني اذا العكس هو ايضا من النحية التانية اذا كنت تريد ان تخل بهذه المبادئ فعليك ان تبدأ باعضاء المحكمة الدستورية ده صحيح ربنا ايدي حضرتك ويديهم جميعا الصحة والعمر والعافية والقدرة على العطاء في هذا المكان المهم اللي باشكر حضرك ان لدعوتك الكريمة واننا نكون ضيوف عند حضرتك النهاردة في هذا المكان العريق اشكرك يا سيد اسامة جدا على هذا الحوار اللي قائم على المعقولية والمنطقية وارجو اننا نكون ضيوف مشتئيل على حضرتك وعلى مشاهدينا شكرا لحلق معلومات غزيرة وكثيرة